موسيقى صادق مجلس الوزراء على خطة عمل صندوق دعم الانتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2021 والبالغة 50 مليار ليرة سورية ووافق المجلس على عقدين لتطوير عمل النظامين المصرفيين في المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري كما وافق على عقد بين وزارة الكهرباء ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تحويل الرسم باللاذقية وعلى منح صلفة لإدارة المشاريع الانتاجية مقدارها ملياران ومئتان وأحد عشر مليون ليرة سورية لتأمين مادة البيض موسيقى أصدرت وزارة المالية قراراً حددت بموجبه الحد الأدنى لقيم مستوردات عدد من المواد بينها السكر والبن والزيت حتى يكون لها سعر استرشادي عند دخولها عبر المنافذ الجمركية وذلك بناء على ما توصلت إليه اللجنة الحكومية المكلفة بذلك وشمل القرار تحديد السعر الاسترشادي لبعض مواد البناء كالسيراميك وطون بيليت الحديد وحدد أيضاً سعر بطاريات السيارات والدراجات النارية والإطارات هذا وتقوم الجمالك باحتساب الرسوم على المستوردات بموجب السعر الاسترشادي لها كما تعتمد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على هذا السعر في احتساب بيانات التكلفة لتسعير مختلف المواد قبل طرحها في الأسواق قرر مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني بيع الأسمدة للفلاحين بسعر التكلفة والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم دون تسجيل أي ربح للمصرف وذلك بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووفقاً لقرار من مجلس إدارة المصرف يحدد سعر مبيع الطن الواحد من سماد السوبر فوسفاد بمليون ومائة واثنى عشر ألف ليرة سورية وسعر مبيع الطن الواحد من سماد اليوريا بمليون وثلاثمائة وستة وستين ألف ليرة سورية وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأممونيوم بسبعمائة وتسعة وثمانين ألفاً وستمائة ليرة سورية أكد مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بطرطوس حسان سليمان أن موسم الأقماح في العام الحالي أفضل من المواسم السابقة وأن المؤسسة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لاستلام المحصول من الفلاحين وبيّن سليمان أن المؤسسة العامة اعتمدت السعر التشجيعي ثمانمائة ليرة لكل كيلوغرام مع مكافأة تشجيعية مائة ليرة لكل كيلو يتم تسليمه من قبل الفلاح للمؤسسة موضحاً أن هذا السعر هو ضعف السعر الذي كان مقرراً العام الماضي استبعد وزير الطاقة الروسية نيكولاي شولغينوف ارتفاع سعر النفط إلى مائة دولار للبرميل مشيراً إلى أن التوقعات للسنتين أو ثلاث المقبلة هي أن يتراوح السعر بين خمسين وستين دولاراً ولن يصل إلى مائة دولار وقال إن الولايات المتحدة أدخلت إجراءات محفزة وزاد الطلب على النفط وفي الوقت نفسه هناك أوبيك بلاس التي تنتهج سياسة موازنة العرض والطلب